مشاهدين الكرام لتعليقي على الموضوع ينضموا إلينا عبر الهتف من القدس أمين السر اللجنة الإسلامية العليا في القدس دكتور جميل حمامي أهلا بكم دكتور جميل بداية الأنباء تتحدث عن بدء الاحتلال بهدم أبنية في بلدة صور باهر جنوبية القدس لو تطلعنا أكثر عن موقف هذه الأبنية في ظل حديث الاحتلال أنها مخالفة بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم يعني الاحتلال لا يحتاج إلى مبررات لعمليات التطهير العرقي وهدم البيوت في مدينة القدس وفي أنحاء فلسطين عام هذا المعيش وواقع على أرض فلسطينية كانت واضحة المعالم هو بحجة أنه قريبا من جدار الفصل العنصري يريد أن يستعمل هذه الذريعة كفيف تصلط على رقاب المقدسيين ورقاب الفلسطينيين جرفات الاحتلال من الصباح من الفجر أمعنى في هدم البيوت وتفجيرها لبعض البيوت التي لم تستطع أن تهدها بالجرفات فجرت زرعة حولها الألغام كحملة شريثة ومجزرة بكل معنى الكريمة لأبناء مدينة القدس حي واد الحمص وواحد من أحياء ضاحية صور باهر وقرية صور باهر جنوبي مدينة القدس تريد إسرائيل من هذه الخطوة الإجرامية أن تفرغ المنطقة كاملة من الشعب الفلسطينيين بضرائع ليس لها على أرض الواقع حقيقة دكتور جميل ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذ حيال هذه الانتهاكات التي باتت شبهة يومية من الاحتلال تجاه المقدسيين وممتلكاتهم مع شديد الأسف وبكل ألم نقولها على أن هذا الاحتلال ما عاد يردع أي إجراءات تتخذها سواء الهياة الدولية ونحن نرى هذه الهرولة القذرة من بعض المطبعين في عالمنا العربي لتعامل مع هذا الاحتلال وكان ما هو صاحب الحق وفرض أمر واقع على المنطقة وتأتي هذه الحملة الشرسة بعد ما عرف بورشة البحرين التي رسمت معالم جديدة في المنطقة ونحن نرى أن لا ورشة البحرين تستطيع أن تغيّف قناعات الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال يبقى احتلال هذا الإجرام يبقى إجرام في تصنيف العالم كله ولكن الاحتلال يستعملها كذريعة أنه علاقتنا نحن مع الدول العربية وهذا يقودنا إلى تقييم الدور العربي الرسمي في وقف هذه الانتهاكات مقارنة بالموقف الشعب العربي تجاه القضية بعمومها طبعا نحن نصل بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي الموقف الشعبي العربي عامة موقف الموضح الشعوب العربية والإسلامية لا زالت على حبها وتعاطفها وتعمها ومؤذرتها للشعب الفلسطيني المظلوم لكن هناك بعض المطبعين ممن أصابتهم حالة الإحباط وحالة اليأس من هؤلاء الزعماء وظنوا أن هذا الاحتلال قدر محتوم على الشعب الفلسطيني نحن نقول لهم أن هذا الاحتلال ليس قدرا على الشعب الفلسطيني إنما هو تجسيد لحالة القهر وحالة الكبس وحالة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني والدور قادم على هؤلاء الذين يريدوا أن يقنعوا الشعب الفلسطيني أنه لا بد أن نقبل من الواقع نحن لا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا ولا يمكن أن نقبل بواقع يفرض علينا ظلم ويفرض علينا قهر لأننا على قناعة أننا أصحاب حق ولا بد لهذا الحق أن يعود أصحاب شكرا جزيلا لك